السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما قد يلفت انتباهك حول الجوز أو عين الجمل هو مذاقه الحلو اللذيذ إلا أن الدراسات الحديثة ربطت خصائص أخرى بالغذاء تتمثل في الفوائد الصحية التالية أولاً دعم سلامة الدماغ يحتوي لجوز على نسب مهمة من أحماض الأوميغا ثلاثة التي تساعد على تقليل أضرار الجهد التأكسدي الشيء الذي ينعكس إيجاباً على وظائف خلايا الدماغ ويحميه من بعض الأمراض الشائعة كداء الزهيمر ثانياً تعزيز صحة العظام يلعب الغذاء دوراً مهماً في تعزيز سلامة العظام وذلك نتيجة لاحتوائه على نسب مهمة من معدني النحاس والفوسفور الذين يدعمان سلامة الأخيرة وهذا فضلاً عن الأحماض الدهنية التي تحسن امتصاص الكالسيوم الضروري لنمو وصلابة العظام ثالثاً الوقاية من الالتهابات من الفوائد المهمة الأخرى التي يمتاز بها الجوز هو إمداد الجسم بمركبات البوليفينول التي تحمي الجسم من الالتهابات المسببة للأمراض المزمنة رابعاً دعم عمليات الهضم تسهم الألياف الغذائية التي يوفرها الجوز في دعم نمو بكتيري الأمعاء النافعة التي تساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية وهذا علاوة على الوقاية من مشاكل عسر الهضم والإمساك خامساً حماية القلب والشرايين تلعب الأحماض الدهنية مثل الأوميغا 3 التي يسخر بها الجوز دوراً هاماً في خفض معدلات الكوليستيرول الضار في الدم الشيء الذي يقي الشرايين من الإنسداد المؤدي غالباً للسكتات القلبية بعد أن تعرفت على أهم فوائد الجوز إليك الطريقة الصحية لتناوله تتمثل الطريقة بكل بساطة في تناول أنصة إلى أنصتين منه أي حوالي ستين غراماً خلال حصة واحدة في اليوم وختاماً لحلقتنا نرجو أن نكون قد فدناك عزيزي المشاهد بهذه المعلومات حول الجوز وإلى موضوع قادم إن شاء الله دمت ومن تحب بصحة وعافية